الحكومة البريطانية تعلن عن خطط بمئة ملايين الجنيهات الاسترلينية لدعم المشترين المحتملين لمصانع شركة تاتا للصلب في البلاد شركة تاتا للصلب كانت قد أعلنت أنها تخطط لبيع مصانعها في المملكة المتحدة والتي توظف 15 ألف شخص بشكل مباشر بالإضافة إلى دعم ألاف الوظائف الأخرى الدعم الذي ستقدمه الحكومة البريطانية سيتماشى مع الاستراتيجية والحاجة المالية للمستحوذ الجديد اشتركوا في القناة